الماء الجوفية اختزان الماء تحت الارض بيخلي جزيئات الماء الاول تفقد الطاقة بتاعتها اي حاجة اي جزيئ موجود في الكون له طاقة معنى ان هو يفقد الطاقة يقوم يرتبط بجزيئ تاني جنب منه فتلاقي الماء بتبقى موجودة في صورة عنقيد من الكريستالات تمام كل ما يزيد الترابط ما بين جزيئات الماء وده تصفة عامة في كل الماء الجوفية كل ما يزيد الترابط ما بين كريستالات الماء وبعدها تقل كفاية امتصاص الماء لان انت عندك الشعيرات الجزرية بتاعت النبات ده حاجة دقيقة جدا ولا تراب العين بتبقى محتاجة الماء والعناصر اللي انت بتضيفها في صورة دقيقة جدا تمام طيب تجمعات الماء دي انت لما الماء بتجمع مع بعضها تقل كفاية امتصاصها فتقل كفاية التسميد اللي انت بتضيفه طيب انا حركب طبعا الوضع حيزداد سوق لما يبقى موجود نسبة املاح تمام حيزداد سوق اكتر زي ما احنا شايفين النهاردة موجود نسبة حديد تمام طيب انا حركب دلتا وطر النهاردة ودلتا وطر عبارة عن وحدة مغناطسية جهاز مغناطيسي متعدد الموجات المغناطسية الماء اللي لما بتعد على الجهاز بيحصل لها عملية تكسير للروابط الهيدروجينية اللي بتربط ما بين كريستالات الماء وبعضها تقوم الماء قبل الجهاز بدل ما كانت في صورة تكتلات كبيرة تمام اصبحت في صورة كريستالات منتظمة الشكل صغيرة الحج هنا انت بترفع كفاية امتصاص الماء وبالتالي انت بترفع كفاية الاستفادة من الاسمدة والعناصر اللي الماء شايلها الماء ديت هي القطر خلي بالك اللي بياخد كل حاجة من خارج النبات الى الداخل تمام ترى ما رفعت كفاية امتصاصها رفعت كفاية الاستفادة من الاسمدة والاضافات اللي انت بتضيفها تمام بالزبط كده الحاجة التانية تعال بقى انت بتشتغل في الفراولة دلوقتي الفراولة دي مزروعة في الارض هنا بييجي الدور الثاني والمهمة قوي لديل تووتر انت هتشتغل المسم ده فرضا من غير ديل تووتر وعندك نسبة املاح الاملاح دي بتروح فين الاملاح بتتراكم في الارض وبالتالي انت ما بتبقاش المشكلة ملوحة مية بس انت بتبقى ملوحة مية وملوحة ترب طب تعالى بقى هنا هيجي الدور المهمة قوي لديل تووتر وهو عملية غسيل الاملاح المتراكمة في الارض تمام؟ الماء المعالج مغناطسيا بديل تووتر من اهم الخصائص له زيادة في نسبة الاكسجين المزاب بمقدار يصل الى 12 ضعف ده لما بينزل في التربة بيفتح مسام التربة اللي الملحة قفلها فبيدي مسافات بينية اوسع للشعارات الجزرية بتاعت النبات ان هي تنمو فبالتالي يزيد معدل نموها فيزيد معدل الامتصاص ويزيد النمو دي حاجة الاكسجين المزاب في التربة لما بيزيد بيعمل حالة من التهوية او النفاذية داخل التربة نفسها تمام؟ دي النقطة تعالى بقى النقطة المهمة التانية دي التووتر بيقلل انت طبعا اعمالية ترابط الجزئات بتاعت المية ووجود العملاح فيها بيرفع من درجة اللزوجة بتاعت المية وبيرفع من شدة التوتر السطح للمية نفسها دي حاجة اسمها خواص فزيئية للمية انا لو جبتلك دلوقتي كبية زيت وكبية مية وقلتلك ادلقهم على الارض تمام؟ انهون اللي الارض هتشربه بسرعة ليه بقى؟ لزوجيتها منخفضة شدة التوتر السطح لها منخفضة نفس الحكاية الفرق ما بين الماء المالح الغير معالج والماء المعالج لزوجة منخفضة وشدة التوتر السطح منخفضة وبالتالي سرعة سريان المية داخل قطاع التربة بتكون سريعة جدا وانت في الاساس بتستخدم طاقة مغناطسية بتدي طاقة لجزئات المية ان هي تختارك حبيبات الارض وان هي تعملك ازابة وغسيل للاملاح المتركمة في الارض تمام؟ وبالتالي انت هنا بتضمن ان التربة بتاعتك اتغسلت من الاملاح تمام؟ طيب تعالى بقى للشك التالت من المعالجة انا عندي نسبة املاح في المية مثلا وقالتكن الف تمام؟ املاح المية مش بالضرورة ان هي تكون املاح ضر تمام؟ هي كل العناصر اللي هي اللي انت بتحطها في السمادة عندك تمام؟ ولكن مشكلة الاملاح ديت ان هي موجودة على صورة او هيئة بنائية ضررة على صورة تجمعات ملحية التجمعات الملحية ديت بتاخد وزن او بلورة كبيرة تمام؟ اول امت ما بتروي الارض بدون ما تعالج المية الاملاح ديت بتنزل في التربة بتتمسك ما بين حبيبات التربة وبعضها هتعمل لك اشرة ملحية على وش الارض تمام؟ هيزداد الوضع سوء لما تستخدم المية فترة اكبر تقوم البلورات الملحية ديت توصل للشعارات الجزرية بتاعت النبات فتسد المسام المسؤولة عن الامتصاص وهنا يبدأ يبان الخطر الحقيقي على النبات انت هنا بتضغط او بتعرض النبات اللي انت زرعه لاجهاد ملح عالي تمام؟ هيبان عندك الفراولة على سبيل المثال او الفول السيداني حروقة في الاوراق هتلاقي قلب الفراولة البرعم القيم نفسه بينشف تمام؟ هتلاقي اسفرار هتلاقي تقزم احنا لما زرعنا الفراولة الفستفال الفستفال معروف ان هي حجمها صغير عند الحاج جابر عبد الحميد وهو قريب منكم هنا اول مرة قال لنا احنا اول مرة نشوف احجام فستفال بالشكل ده تمام؟ المهم انت هنا بقى بتعرض النبات اللي انت زرعه لاجهاد ملح عالي تمام؟ طيب حركب ديل تووتر وديل تووتر عبارة عن ماجنيتك فيلد او مجال مغناطيسي متعدد له شدة وله كدرة مغناطيسية معلومة تمام؟ الاملاح ديت لما بتعد على ديل تووتر بتتعرض للفيد المغناطيسي كل فيد مغناطيسي مسؤول ان هو يكسر البلورات الملحية ديت بدرجة معينة الى ان تطلع الاملاح في صورة ايونية سهلة على النبات ان هو يمتصه اولا عملية امتصاء عملية تفتيت الاملاح انت هنا بتقلل من الاصر الدار للملح بالنسبة تصل الى خمسين في المية او تتعد تمام؟ الحاجة التانية كل محتوى المية من الاملاح ده بيتم تفتيته عملية التفتيت حولته الى صورة ايونية الصورة الايونية ديت لما بتنزل الارض خلاص هي اصبحت في صورة نانو حاجة صغيرة جدا سهلة الامتصاص والحاجة التانية ما تتمسش على غرويات التربة او ما تتمسكش ما بين حبيبات التربة وبعضها ما تعملش القشرة الملحية تمام؟ ده شغل ايه ديل تووتر اشتركوا في القناة